هذه الحلقة التاريخية أيها هي حلقة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أقول لك ليه حلقة تاريخية أقول لك دلوقتي ليه حلقة تاريخية أقول لك ليه دلوقتي حلقة تاريخية هي حلقة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حلقة مهمة جدا 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 وحلقة للتاريخ النهاردة الخميس الموافق 11 من شهر 2 فبراير 2021 وفي الدوحة العاصمة القضرية الدوحة وبالتحديد في ملعب المدينة التعليمية استاد المدينة التعليمية أحد الملعب المخصص لكأس العالم 2022 كانت مبارتين مهمتين مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ما بين الأهل وبالمراس وانطلقت في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الدوحة أعقبتها وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الدوحة المباراة النهائية ما بين باير ميونيخ وتجريس المكسيكي الأهل قبل ما يطلع وينطلق النهائي ما بين باير ميونيخ وتجريس المكسيكي كان في موعد مع التاريخ كان في موعد مع تصطير صفحة مضيئة جديدة للكرة المصرية كان على موعد مع كلمة فصل في شخصية الأهل في تاريخ الأهل في نادي القرن الأهل استطاع أن يقدم مباراة رائعة استطاع أن يفرد شخصيته شوطا أول وشوطا ثاني استطاع أن يمحي من الزاكرة سوء الأداء أمام باير ميونيخ تمكن من أن يكون سالس العالم عن جدارة واستحقاق سالس العالم عن جدارة واستحقاق الأهل سالس العالم وعلشان كده الورد ده موجود هنا أهو بوكي الورد ده موجود هنا أهو قالي على الغرفة بعد المباراة مباشرة جيت لقيت مجموعة من أصدقائي الأهلوية بعتنهوني على الغرفة وبيقولوا يا عالم قل للعالم النادي الأهلي تالت العالم بوكي الورد ده كان مع الكرت الكرت بيقول يا عالم قل للعالم النادي الأهلي تالت العالم أيوة الأهلي تالت العالم عن جدارة واستحقاق الأهلي تالت العالم بمجهوده وعرقه الأهلي تالت العالم لأنه ده مكانه طبيعي الأهلي في مكانته العالمية سالس العالم على مسمع ومرأة وفي وجود انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا ووجود الشيخ جاسم آل ساني ووجود أكثر من حوالي 15 أو 20 رئيس الاتحاد وبتنظيم أكثر من رائع من الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ولجنا منظمة محترفة وإشراف من الاتحاد الدولي الأهلي كان في موعد مع التاريخ صورنا لكم من قلب الملعب صوتا وصورة كل شيء ما سبناهوش أيها إحنا كنا في تغطية تاريخية وكنا في حدث تاريخي أسدل الستار على كأس العالم للأندية وقال الأهلي كلمته والأهلي سالس العالم الأهلي سالس العالم يا عالم أول للعالم الأهلي تلت العالم يا عالم أول للعالم الأهلي تلت العالم يا عالم أول للعالم الأهلي تلت العالم أنا دايما وأبدا بقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولكن أنا سعيد لإني عملت أفضل تغطية في حياتي لحدث عالمي أنا سعيد إني موجود في كأس العالم للأندية سعيد إني كنت في مكان يمر فيه النادي الأهلي وسيذكر التاريخ أن الأهلي مر من هنا من ملعب أحمد بن علي ملعب الريان ومن ملعب المدينة التعليمية وكلاهما ملعبين معدين على أعلى مستوى من المهنية والتقوير لكأس العالم 2022 سيذكر التاريخ أن الأهلي مر من هنا في سنة 2021 وبالتحديد في شهر يناير سيذكر التاريخ أن الأهلي خاض كأس العالم للأندية بقطر وفي العاصمة القضرية أدوها وكان تالت العالم يا عالم قل للعالم الأهلي 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 تالت العالم الأهلي تالت العالم عن جدارة واستحقاق قبل ما أروح لزميلي الأستاذ أحمد السيد من القاهرة والأفرح هناك خليني بس أعمل حاجة مهمة للغاية وأقول كلمتين مهمين بس خليني الأول بس يعني أستعد وأجيب أحمد السيد من القاهرة لأن إحنا ما سبناش حاجة هنا ما قلنهاش من الملعب عملنا واحدة من أفضل التغطيات والحمد لله رب العالمين ولكن خلينينا نروح نشوف أحمد السيد والفرحة في أفرع الأهلي الثلاثة وكمان ماذا يدور هناك يعني خليني كده نسمع ونشوف ويترى إيه المباراة ده هتاف الجماهير الأهلوية للكابتن محمود الخطيب وللنادي الأهلي أثناء المباراة النهائية أثناء المباراة النهائية